الساعة المستشار عدلي منصور رئيس المؤقت رئيس جمهور المؤقت حينما يأتي رئيس جديد هو هل في لوائح وقوانين المحكمة الدستورية ما يضبط انه يرجع يبا رئيس محكمة الدستورية ولا ما ينفعش يرجع تاني فيه شيء ينظم هذه المسألة لا لا ما فيش يعني هو قراره هو يصبح قراره هو بالظبط كده يعني بعد ما يأتي رئيس جديد وهو يغادر هذا المنصب المؤقت يعود مرة أخرى للأسل المحكمة الدستورية أنا أتمنى ذلك أنا أتمنى بس هو كان رئيس سلطة تنفيذية هو حاول سيادتك هاجم هو دي ده وضع هنا انتدابي فانديم ولا يكون ايه لا هو وضع القانوني هو وضع دستوري وضع دستوري اه هو دستوري كده يعني طبعا هو حاليا الوضع بتاعه بناء على إرادة شعبية يعني هو ما جاش بنص دستوري نارد إنما كان في الدستير السابقة كان إذا خلا منصب رئيس الجمهورية فإذا كان رئيس مجلس الشعبي موجود هو اللي يتولى إدارة شؤون البلاد كرئيس جمهورية مؤقت لحين انتخاب الرئيس القادم إما كانش فيه رئيس لمجلس الشعب كان رئيس المحكمة الدستورية فعشان كده كان بيبقى اسمه الرئيس المؤقت وده اللي حصل أيام السادات رحمة الله عليه لما توفي رئيس مجلس الشعب في الوقت ده كان الدكتور صوفي أوي طالب فهو اللي تولى رئيس الجمهورية المؤقت لحين انتخاب الرئيس الجديد اللي هو جه محمد رسل مبارك فده الوضع المستقل العدي النهاردة الوضع مختلف شوية إنه هو تعيين رئيس عدلي منصور كرئيس للجمهورية تم هنا بإرادة شعبية استنادا للسوابق الدستورية الموجودة يعني إن شعب استرشد بالنصوص الدستوري اللي كان بتقول إن ما كانش فيه مجلس شعب يبقى فيه رئيس المحكمة الدستورية فما فيش تنظيم لمسألة إن هو يعني يرجع تاني زي سوفي أوي طالب رئيس لمجلس الشعب فنفس الحكاية أنا في تصوري إن رئيس عدلي منصور يرجع تاني رئيس للمحكمة الدستورية وأعتقد إنه هو كقاضي دستوري يعني إحنا محتاجين لو هو حب نفترض جدراً لو حب أن يترشح للرئاسة لابد أن يستقيل؟ لا، هو ما يعني أولاً أنا مش هتطوع بالنيابة عنه هو يعني بحكم قربي منه الفكرة دي مش وردة بالنسبة له خالص إنما لا مش بحتاج أنه يستقيل ولا حاجة لو فكر في كده وإن كان يعني أنا عارف إنه دي بعيدة عن تفكيره إنما لا مش بحتاج أنه يستقيل يعني يترشح بدون ما يستقيل أنا بنقول دايماً الأفضل إن يبقى الانتخابات أقولوا الناس يعني سعيدة بكده انتخابات الرئاسة هتتم مع وجود رئيس مش منتمي لأي طيار سياسي وقاضي ومحايد فحنضمن إن شاء الله إن الرئيس اللي حييجي حييجي بانتخابات فعلاً ما فيش أي تأثير عليه ترجمة نانسي قنقر